السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الأعزاء درسنا لهذا اليوم بعنوان كيف تؤثر المسافة في كيفية سماعنا الأصوات أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يستقصي تأثير بعد المسافة عن مصادر الأصوات المختلفة في طريقة سماعها ولنبدأ أولا بما تعلمناه في الدرس السابق تعلمنا في الدرس السابق عن درجة الصوت فما هي درجة الصوت؟ أحسنت هي مدى حدة الصوت أو غلظته كما تعلمنا أنه يمكن تغيير شدة الصوت الذي يصدر بواسطة آلة عن طريق تغيير شدة الاهتزازات وأنه يمكن تغيير درجة الصوت الذي يصدر بواسطة آلة عن طريق تغيير شدة الاهتزازات أيضا ولنستفتح الدرس بهذا الحوار الذي دار بين حمد وخالد يتساءل حمد أين يجب أن نجلس؟ لنسمع صوت المعلم بسهولة يا خالد يجيبه خالد في بداية الصف يا حمد ولكن اشرح لي السبب يجيب خالد حتى يسهل وصول صوت المعلم لنا فيتساءل حمد لما المعلم هو مصدر الصوت؟ يقول خالد لأنه ينتج الصوت ويعمل على اهتزاز الأجسام ولكن كيف تنتقل الأصوات من مصدر الصوت إلى آذاننا يا خالد؟ يجيبه خالد أنتقل عبر الهواء على شكل موجات صوتية وتصل إلى آذاننا والآن عزيز الطالب قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 91 وانظر إلى النشاط رقم 1 لدينا استقصاء كيف يؤثر بعد المسافة عن مصادر الأصوات المختلفة في طريقة سماعي لها سيشاركنا في هذا الاستقصاء زميلنا حمد وزميلنا خالد أولا لنحدد السؤال الأساسي للاستقصاء كيف يؤثر بعد المسافة عن مصدر الصوت في كيفية سماعنا له؟ نتوقع نتائج الاستقصاء أتوقع ما سيحدث للصوت كلما ابتعدت عن مصدر الصوت وأتوقع ما مصدر الصوت الذي سأسمعه لأطول فترة ممكنة والآن عزيز الطالب هيا لندون معا توقع النتائج أتوقع أنه كلما ابتعدت عن مصادر الأصوات ستصبح الأصوات أوقع معقول خافتة أكثر حتى لا أستطيع سماعها وسيكون مصدر الصوت الذي سأسمعه من مسافة بعيدة هو ربما قرع الجرس ومصدر الصوت الذي يحتاج إلى أقصر مسافة لأستمر في سماعه هو ربما دقات الساعة أولا الأدوات التي سأحتاجها سأحتاج إلى مصادر مختلفة للصوت مثل دقات ساعة وارتطام حجر بالأرض وقرع جرس ونقر أصابع ومنبه يارن وحديث شخص بالإضافة إلى شريط قياس الخطوة التالية تحديد إجراءات السلامة يذكرنا زميلنا خالد بإجراءات السلامة ما هي إجراءات السلامة الواجب علينا اتباعها في هذا الاستقصاء؟ أحسنت لا تستخدم المنبه بالقرب من أذنيك وليكون استقصاؤنا عادلا عزيز الطالب علينا تحديد المتغيرات الثابتة والمتغيرات المستقلة المتغير المستقل في هذا الاستقصاء سيكون مصادر الصوت المختلفة والمسافة المقدرة لسماع الصوت أما المتغير التابع نتيجة هذه المتغيرات المستقلة سيكون بالتالي شدة الصوت والمتغير الثابت الذي سيبقى ثابتا طوال هذا الاستقصاء هو أنا أو الشخص المستمع للصوت هيا لنبدأ بتنفيذ خطوات الاستقصاء الخطوة الأولى أبدأ بتشغيل مصادر الصوت المختلفة بالتناوب ثانيا أمشي بعيدا عن مصدر الصوت وأحسب المسافة التي يتوقف عندها سماعي لمصدر الصوت بعد ذلك في الخطوة الثالثة سأدون النتائج في جدول والآن عزيز الطالب بعد أن قمنا بتنفيذ خطوات النشاط سنقوم بتسجيل البيانات التي حصلنا عليها في الجدول التالي في الكتاب صفحة 92 كان لدينا مصادر أصوات مختلفة مثل دقات ساعة ارتطام حجر بالأرض قرع جرس ونقر أصابع منبه يرن وحديث لشخص أولا دقات الساعة كان صوت دقات الساعة منخفض نوعا ما لذلك أكبر مسافة بعيدا عن مصدر الصوت هذا وأنا لا أزال أستطيع سماعه هي ثلاثة أمتار فقط أما ارتطام حجر بالأرض فقد كان أعلى من صوت دقات الساعة بقليل ولذلك أكبر مسافة بعيدا عن مصدر الصوت وأنا لا أزال أستطيع سماعه كانت عشرة أمتار أما قرع الجرس فكان صوته عاليا جدا ولهذا قطعت مسافة كبيرة وأنا لا أزال أسمعه وكانت أكبر مسافة هي أربعون مترا أما نقر الأصابع فقد كان منخفضا قليلا وكانت أكبر مسافة بعيدا عن هذا المصدر وأنا لا أزال أستطيع سماعه هي ستة أمتار منبه يرن كان صوته عاليا أكضا ولذلك أكبر مسافة بعيدا عن مصدر الصوت هذا وأنا لا أزال أستطيع سماعه كانت ثلاث وثلاثون مترا وأخيرا حديث لشخص كان صوته متوسط قليلا وأكبر مسافة استطعت الوصول إليها وأنا لا أزال أستطيع سماعه كانت ثمانية أمتار والآن عزيز الطالب أقوم بتحليل البيانات التي جمعتها عن طريق إعداد رسم بياني لنتائج الاستقصاء ألاحظ من الرسم أن المسافات المقطوعة لمصادر الصوت كانت مختلفة فقد كانت المسافة المقطوعة عند قرع الجرس كبيرة مقارنة بالمسافة التي قطعت عند صوت دقات الساعة وألاحظ أيضا أن في جميع المصادر الصوتية كانت هناك مسافة معينة وصلنا إليها وتوقفنا بعدها عن سماع هذا الصوت والآن حان دور استخلاص النتائج هيا عزيز الطالب قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 93 وأجب عن السؤال أي صوت سمعته عند أبعد مسافة؟ أحسنت كان صوت قرع الجرس ما الصوت الذي لم أتمكن من سماعه أولا؟ بارك الله فيك إنه صوت دقات الساعة إذن ما الذي تخبرني به نتائجي؟ أحسنت يؤثر بعد المسافة عن مصدر الصوت في شدة الصوت أقارن النتائج بتوقعي هل كان توقعي صحيحا؟ نعم، توافقت النتائج مع توقعي وتوصلت إلى أنه كلما ابتعدت عن مصدر الصوت كلما أصبح الصوت خافتا ماذا تعلمت؟ تعلمت أنه عند الابتعاد عن مصدر الصوت يصبح الصوت خافتا أكثر وأنه يمكن سماع الأصوات الأعلى من مسافة أبعد عن مصدر الصوت وتعلمت أيضا أنه يؤثر بعد المسافة عن مصدر الصوت في شدة الصوت هيا عزيز الطالب، قم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 95 وأجب عن السؤال الرقم 1 أختار الإجابة الصحيحة أهلم أن الصوت ينتقل مسافة أبعد عندما يكون مصدر الصوت فكر قليلا بارك الله فيك عندما يكون مصدر الصوت عاليا والآن عزيز الطالب، ننتقل إلى الجزء الثاني من النشاط هل يمكنني تفسير استنتاجي؟ نفسر استنتاجنا باستخدام ما نعرفه عن الاهتزازات لمساعدتنا نحن نعلم عزيز الطالب أن الأصوات تصدر عندما يهتز شيء ما لذلك تأمل هذه الصورة المتحركة التي تبين أن الصوت يحدث عند اهتزاز الأجسام وتهز هذه الأجسام بدورها الأجسام الأخرى المحيطة بها حاملة للصوت معها فما الذي يحدث كلما ابتعدت عن مصدر الصوت الأصلي؟ أحسنت ستقل أو تنخفض شدة الاهتزازات كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت حتى تنعدم الطاقة اللازمة لاهتزاز الجسيمات وحينها سأعجز عن سماع الصوت والآن نلخص معاً ماذا تعلمت؟ تعلمت أن الصوت يحدث عند اهتزاز الأجسام وتهنز هذه الأجسام بدورها الأجسام الأخرى المحيطة بها حاملة الصوت معها وكلما ابتعدت عن مصدر الصوت الأصلي تقل شدة الاهتزازات حتى تنعدم الطاقة اللازمة لاهتزاز الجسيمات وحينها أعجز عن سماع الصوت تعلمنا أنه عندما أبتعد عن مصدر الصوت يصبح الصوت خافتاً أكثر ويمكن سماع الأصوات الأعلى من مسافة أبعد عن مصدر الصوت أتحقق مما تعلمت؟ أختار الإجابة الصحيحة أي من العبارات الآتية تصف مصدر الصوت المنخفض؟ فكر قليلاً بارك الله فيك له شدة اهتزازات أصغر والآن نلخص معاً ماذا تعلمنا في درس اليوم تعلمت أنه عندما أبتعد عن مصدر الصوت يصبح الصوت خافتاً أكثر وأنه يؤثر بعد المسافة عن مصدر الصوت في شدة الصوت وكلما ابتعدت عن مصدر الصوت الأصلي تقل شدة الاهتزازات حتى تنعدم الطاقة اللازمة لاهتزاز الجسيمات وحينها أعجز عن سماع الصوت ولتتحقق مما تعلمت قم عزيز الطالب بفتح الكتاب المدرسي صفحة 96 وأجب عن السؤال رقم 4 أختار الإجابة الصحيحة يرتب طالب بعض مصادر الصوت من الصوت المنخفض إلى الصوت الأعلى أي الترتيبات التالية هو الترتيب الصحيح؟ فكر عزيز الطالب بارك الله فيك الصوت المنخفض هو ضرب حصات على الأرض ثم النقر بالأصابع يليه جرس الباب والصوت الأعلى هو صوت المكنسة الكهربائية السؤال الخامس أفسر لما تصبح الأصوات خافتة أكثر وأنا أبتعد عن مصدر الصوت فكر عزيز الطالب أحسنت لأن شدة الاهتزازات تقل كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت حتى تنعدم الطاقة اللازمة لاهتزاز الجسيمات وفي النهاية شكرا عزيز الطالب على المتابعة وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر